بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على خير خلق الله اجمعين. سيدنا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا يا رب العالمين. النهاردة باذن الله تعالى هنتكلم عن الضمائر. وكل انواع الضمائر. والناس اللي هي بتطلب حاجات للسانوي ما تقلقوش. انا بس مستني ان شاء الله. وهنزبط لكم شغل جميل جدا عن الترجمة وعن الكمبرهنش وعن كل حاجة انتم عايزينها. تمام? بس النهاردة بنراجع على شوية حاجات قديمة علشان نرتب عليها الجديد. فمسلا اول حاجة معنا هنتكلم عن الضمائر. لازم نعرف انواع الضمائر. فمسلا احنا عندنا ضمائر الفاعل اللي بتبدأ بيها الجملة وبتيجي في اول الكلام. عندنا كمان ضمائر المفعول اللي بتبقى رقم تلاتة في الجملة او بعد الفعل مباشرة. عندنا كمان حاجة اسمها صفات الملكية. وصفات الملكية اسم المملوك. يعني بيجي بعدها الاسم المملوك. زي ما اقول كتابي. كده يعني يجي بعدها الاسم المملوك. عندنا كمان حاجة اسمها ضمائر ملكية. الاسم المملوك بقى بيجي قبلها. بدل ما اقول مسلا اه كتاب يقول بتاعي اه ممكن ما اجيبش اصلا ايه اسم ملوك بس ايه ما اذكروش اصلا يعني. تمام? اخر حاجة معي هي الضمائر المنعكسة. تعالوا نخش على الانواع ونشوف هنبدأ ازاي. وما تنسوش ان احنا بعد ما نشرح كل حاجة هيبقى عندنا تمارين نحلها. وكمان هنسيب لكم رابط اسفل الفيديو. الرابط ده في الجزء اللي احنا بنشرحه اولا وسانيا هيبقى عندك كمان في الرابط ده التمارين الواجب اللي انت هتحلها. هتحلها واكتب لي الاجابات في التعليقات عشان اعرف انك انت فهمت ولا مفهمتش. مرحبا بكم طلابي الاعزاء في قناتكم التعليمية. النهاردة ان شاء الله سوف نتناول درس مهم من دروس اللغة الانجليزية الا وهو الضمائر. في البداية لازم نعرف يعني ايه ضمير. الضمير في اللغة الانجليزية يا جماعة هو عبارة عن كلمة بتحل محل الاسم وتنوب عنه. كلمة بتحل محل الاسم وتنوب ايه عنه. لو احنا بصنا في المثال اللي قدامنا ده بيقول ايه? رهف ايتس ابلز. رهف ايتس ابلز. رهف تأكل التفاح. لو احنا عايزين نستبدل اسم رهف ده اللي موجود في بداية الجملة. تمام? طبعا رهف هنا واجع فاعل. فاكيد هنستبدلها بضمير الايه المؤنس او ضمير الانسة لكي تصبح. طبعا هنا بالمناسبة احنا عوضنا عن رهف بضمير فاعل مش اي ضمير. علشان كده لازم نعرف يعقى ايه هي الضمائر في اللغة الانجليزية من خلال الجدول اللي قدامنا ده. طبعا الجدول اللي قدامنا ده بيوضح لنا خمس انواع للضمائر في اللغة الانجليزية. اول نوع عندنا اللي هو ضمائر الفاعل. ودي بنقول عليها. عندنا بعد كده ضمائر المفعول. عندنا بعد كده صفات الملكية. بعد كده ضمائر الملكية. وعندنا طبعا في الآخر الضمائر المنعكسة اللي هي طبعا احنا هنتناول شرح كل نوع من الانواع دي على حدة طبعا. بس في الاول نحاول نجرى الجدول مع بعض. ونقول كل ايه الملاحظات الخاصة بين. اول حاجة خلينا بجدول ضمائر الفاعل لان هو اللي بيشتق منه كل انواع الضمائر التانية. سواء كانت ضمائر مفعول او صفات ملكية او ضمائر ملكية او ضمائر منعكسة. تمام? طبعا ضمائر الفاعل دي بتيجي في اول الجملة. وهما عددهم سبع ضمائر. تمام? بنحفظهم بعدد ايام الاسبوع. عندنا الضمير اي. تمام? وهنشرح كل الضمائر طبعا دي ايه بالتفصيل بس احنا بنقولهم مع بعض. هي. شي. ات. ذي. وي. يو. تمام? بعد كده ضمائر المفعول. ودي بتيجي بعد الفعل مباشرة. تمام? مي. هم. هير. ات. ذم. اس. يو. طبعا لكل ضمائر فاعل من دول ضمير ايه مفعول. اوكي. بعد كده صفات الملكية. صفات الملكية تتبع باسم ملكية. يعني ايه الكلام ده? يعني لازم يجي بعد صفات الملكية ناون اس. تمام? ضمير الفاعل اي صفات الملكية منه. my. he صفات الملكية منه. has. she صفات الملكية منها. her. it صفات الملكية منها. its. they صفات الملكية. their. we صفات الملكية. our. you صفات الملكية. your. عندنا ضمائر الملكية. وبما ان هي صفات الملكية بتعبر بها عن الملكية. ايه الفارج ما بينهم? احنا قلنا من شوية صفات الملكية بيجي بعدها اسم. اما ضمائر الملكية يا جماعة لا تتبع باسم. يعني بتكون هي اخر كلمة في الجملة ما يجيش بعدها اسم. I ضمير ملكية منه. mine. he. has. she. her. it. طبعا ما فيش ضمير ملكية. they. theirs. we. ours. you. yours. تمام? عندنا بعد كده يا جماعة. الضمائر المنعكسة. تمام? وده هنشرحها في الاخر خالص ان شاء الله. الضمير المنعكس ده بيحدد ضمير الفاعل. I ضمير المنعكس منه myself. he. himself. she. herself. it. itself. they. themselves. we. ourselves. you. yourself. طبعا احنا قلنا الجدول اللي قدامنا ده بشكل ايه مختصر ومبسط. هنبدأ بعد كده نتناول كل نوع من الضمائر في الجدول ده عندنا بالتفصيل بعد كده. اول حاجة جماعة هناخدها في الضمائر اللي هي ضمائر الفاعل. ايه هي ضمائر الفاعل? هي الضمائر التي تحل محل الفاعل. معروف يا جماعة الفاعل ده بيكون يا اس? يا ضمير. تمام? بتحل محل الفاعل او من فعل فعلا. وهذا النوع من الضمائر يستخدم للتعبير عن المتكلم او المخاطب اللي هو المتكلم ايه يعني? او الغائب ويستعمل كفاعل في بداية الجملة. يبقى الملحوظة اللي احنا لازم نعرفها ان ضمير الفاعل ده بيحل محل الاسم وبيجي في بداية ايه الجملة? لازم في بداية ايه الكلام او بداية الجملة. عندنا الامثلة اللي قدامنا بتوضح ايه هي ضمائر الفاعل? نقولها مثال مع بعض بالترجمة. عندنا اي بلاي فوتبول. اي بلاي فوتبول. طبعا انا هتطلقوا الضمير في المربع الايه الاصفر او الهايلايت باللون الاصفر اللي قدامكو ده. اي بلاي فوتبول. يعني انا الاعب كرة القدم. هنا فين ضمير الفاعل هنا اي وده معناه انا وده ضمير متكلم مفرد. عندنا الجملة التانية وي بلاي فوتبول. وي هنا ده برضو ضمير متكلم معناه ايه نحن تمام? للجم. طب يا ترى كلمة وي دي اي اسم ممكن يشير الى كلمة وي او وي دي دي بتبقى عوضا عن اي اسم. لو تفتكروا من شوية كلمة رهف اعوضنا عنها بالضمير شي. طب يا ترى وي دي. لو لجيت ايه في بداية الجملة كفاعل اعوض عنهم بالضمير وي اللي هي نحن. ملحوظة مهمة جدا لازم ناخد بالها مننا يا جماعة لانها تفيدنا كتير. وي دي هي عوضا عن اي اسم مفرد زائد كلمة اي. زائد كلمة اي ها? اي. اي اسم زائد كلمة اي اي او اند اي. يعني لو قلت مثلا احمد اند اي يبقى عوضا عنهم بالضمير ايه? انا واحمد يعني نحنو. تمام? ودي ملحوظة لازم نخلي بنا منها. بعد كده يو بلاي فوتبول يو ده ضمير مخاطب انتم او انت بلاي فوتبول تلعب او تلعبون كرة القدم. هنا كلمة يو مفرد او جم معناها انت او انتي او انتم او بعد كده كلمة هي بلاي فوتبول. هي بلاي فوتبول هو يلعب كرة القدم. هنا الضمير هنا اللي هو هي ده للغائب المفرد المذكر. تمام? وطبعا ده بنعوض بي عن اي اسم مفرد مذكر. زي مثلا احمد كريم وليد سلام وهكذا. عندنا بعد كده الجملة اللي بعد كده هي بلاي فوتبول هي بلاي فوتبول هي تلعب كرة القدم. هنا الضمير هنا شي ده للغائب المفرد المؤنس. وده كلمة هنا بتبقى عوضا عن اي اسم مؤنس مفرد زي سارة اسراء ايا اي اسم يا جمع مفرد مؤنس. عندنا الجملة اللي بعد كده بتقول ات از ا دوك انه كلب. كلمة ات هنا هي الضمير هنا. ومعناها هو او هي برضو. بس المين للغائب المفرد غير العاقل. الكلب هنا غير عاقل عشان كده عوضنا عنه بالضمير ات. جملة اللي بعد كده. هي بلاي فوتبول. هنا كلمة زي معناها هم او هن للجمع. بس خلي بالكو لازم نخلي بالنا يا جماعة ان كلمة دي دي تنفع للمفرد. آسف تنفع للجمع العاقل وغير العاقل. تمام? يعني زي دي مش شرطة عاقل. لا ممكن نعوض عنها عن اسم غير عاقل. بس هم عاجة يكون جمع. ننتقل لنقطة بعد كده او النوع اخر من الضمائر اللي هي ضمائر المفعول. ضمائر المفعول دي بتستخدم للتعبير عن المفعول به حيث تأتي هذه الضمائر بعد الفعل او بعد حروف الجر. لو تفتكروا ضمائر الفاعل دي اللي احنا قلناها من شوية فوق دي بتيجي في بداية الكلام. يعني بتحل محل الفاعل. اما ضمائر المفعول. تمام? اللي احنا هنرجع لها في الجدول تاني دلوقت قبل ما نقول الجمل. تمام? بتجي بعد الفعل او بعد حرف ايه الجر. في الاول يا جماعة لازم نعرف مرة تانية ضمائر المفعول. احنا قلنا لكل ضمير فاعل ضمير ايه مفعول. اوكي. ضمير الفاعل اي ضمير المفعول منه مي هي هم شي هير ات ات ذي ذم وي اس يو يو. انا هجلهم لكم بطريقة سهلة جدا نخلي بالنا يا جماعة عشان نعرف نحفظ ضمير دي لان هي بتغلطنا احيانا او بتعمل لنا رابكة لو جات في ايه في الامتحان. في اتنين على وزن بعض. كلمة هي و ذي بصوا هي هم هو ماشي وهو طب است الفرج من الاتنين ان هي دي بتيجي في بداية الكلام اما هي اما هم دي بتيجي بعد الفعل مباشرة. تمام? والامثلة هتوضح كل شي. المهم. نركز عشان نعرف ايه نحفظهم. ذي ذم يبدي هم ودي ذم على وزن بعض. تمام? نجي بعد كده الاتنين تانيين زي بعض. يعني ضمير الفاعل هو هو ضمير المفعول. ايه هم? ات ات يو يو. يو ايه ها يو. وات ايه ات. يبقى الاتنين دول هم هم زي بعض. يبقى اتنين زي بعض واتنين على وزن بعض. كده اربع ضمائر جاعة التلاتة يو سهلين. تمام? ايه هم التلاتة الباجين? اللي هي كلمة اي مي وشي هير ووي اس. تمام? ده بالنسبة لضمائر المفعول. ولازم نعرف ان ضمير المفعول يأتي بعد الفعل او بعد حرف الجر. يلا ناخد الامثلة مع بعض وان شاء الله هنفهم كل شي من خلال الامثلة. المثال الاول بيقول ايه? احمد is very ill. احمد ده مريض جدا. let's visit him. يلا بنا ايه? نزوره. هو مين اللي مريض? احمد. واجع ايه هنا? واجع فاعل. لكن لما يجي يجع بعد الفعل visit. من اللي يقع بعد الفعل? هو ضمير المفعول. طب احمد ده مفرد مذكر? عاقل. نعود عنه بالضمير هي. ايه ضمير المفعول من هي? هم. فهمنا جملة الاولى? تمام. الجملة التانية. who is that woman? معلش المفروض في question mark هنا لانه ده سؤال. على ما تستفهم يعني? من تلك المرأة? من هي المرأة دي? I don't know here. I don't know here. او I don't know here. ده انا الاسم في الجملة الاولى هنا. woman امرأة مفرد مؤنس عاقل. هنعود عنها بالضمير she. لكن هنا واجع بعد الفعل no. فshe ايه ضمير المفعول منها? here. تمام? المثال اللي بعد كده. he went with me. لماذا اقول انه ذهب معي. ده راح معايا. تمام? فكلمة ذهب معي. كلمة I ضمير المفعول منها ايه? me. تمام? المثال اللي بعد كده. يعني بمعنى صح من فحش اقول he went with I. هو ذهب معي. لا. هنا بعد حرف الجر تمام? يأتي المفعول. يبقى بعد الفعل وبعد حرف الجر يأتي ضمير المفعول. اخر المثال عندنا. mothers look after their children. الامهات يهتمون بأطفالهن. تمام? الامهات هنا يسمي جامع عاقل. mothers look after their children and feed them. الامهات بتعتني بابنائها وتطعمهم. ضمير المفعول هنا هو ذم. طبعا كان المفروض عيد على mothers اللي هما زي الامهات هما. اما كلمة zero دي اللي هي صفة ملكية هنتكلم عليها بعد ما نخلص ضمائر المفعول. ما تنسوش ان احنا هنسيب لكم جمل واجب تختبروا نفسكم وتحلوها في الرابط اللي تحت الفيديو. كل يخش ويتفاعل ويورينا حل صح ولا حل غلط. تمام? هننتقل بعد كده يا جماعة لضمائر الملكية اللي احنا بنقول عليها possessive pronouns. تمام? وطبعا ضمائر الملكية دي هي التي تفيد الملكية او ملكية شيء معين لشخص. ودي نوعين بتنقسم الى اي? الى صفات الملكية. تمام? وهي التي يتبعها اسم الموصوف. واحنا قلنا من شوية لازم يجي بعدها اس. وضمائر الملكية ودي بتسبق الاسم الموصوف. ماشي. وتأتي بعد حرف ايه الجر اوف. ماشي كضمير ايه ملكية. تمام? المهم لازم نرجع للجدول عشان خاطر لما ندي الامثلة نفهم كل ايه كل شيء. تمام? ضمائر الفاعل اي. صفة الملكية منه ماي. لكن ضمائر الملكية مين. طب ايه الفرجة مستر بسرعة? ماي يجي بعديها اسم. اما مين ما يجيش بعدها ايه اسم. هي صفة الملكية هز. ضمائر الملكية برضو هز. زي ما هو. وده هتبقى سهلة في الحفز. شي صفة الملكية هير. ضمائر الملكية هنضف لها اس فتبقى هيرز. ات صفة الملكية اتس لكن ملهاش ضمائر ملكية. زي صفة الملكية زير. ضمائر الملكية هنضف لها اس فتبقى زيرز. عندنا وي صفة الملكية اور. ضمائر الملكية اورز. يو صفة الملكية يور. ضمائر معناها ملكه. معناها ملكها. معناها ملكها. ملكها او ملكها الغير العاقل. ملكهم. تمام. او معناها ملكنا. او معناها ملككم او ملكك. تمام? اه تعالوا ناخد الامثلة مع بعض بالنسبة لصفات الملكية وضمائر الملكية. انا عايزك تركز في كل مثالين تحت بعض. عشان تفهم الفرج ما بين حت الصفة الملكية وضمائر الملكية. بالعامية كده صفة الملكية يجي بعدها اس. اهي. اما ضمائر الملكية ما يجيش بعد اس. شوف المثال بيقول ايه? this is my house. لكن شوف المثال التاني ده. this house is mine. هذا منزلي. لكن الجملة التانية هذا المنزل ملكي. تمام? فهنا ما يجي بعدها اس. اما ما يجيش بعدها اس. المثال الاخر. they are our books. هذه كتبنا. هنا كلمة our. يجي بعدها نوان اسم اللي هي كلمة books. المثال الاخر يقول ايه? they books are ours. هذه الكتب او الكتب ملكنا. تمام? فهنا our. يجي بعدها اس. اللي هي بوكس. اما كلمة our. جات في نهاية الكلام. وبرضه بتعبر عن الملكية. كان فيه نقطة هنا هنا جايلة هنا انه ممكن اه اه ضمير الملكية يأتي بعد حرف الجر اوف. هقولي المثال ده بش اكل سريع. لو انا قلت ايه يا جماعة? I went to the club with a friend of mine. يعني ايه الكلام ده انا رحت النادي مع صديق لي. تمام? اوكي. يبقى ممكن يجي ضمير الملكية ايا كان mine or hours. تمام? بعد حرف الجر ايه? اوف. ودي ملحوظة برضو ايه مهمة. لازم ناخد بالنا منها. تمام? تعالوا احنا اخدنا ضمائر الفاعل والمفعول وصفات الملكية وضمائر الملكية احنا عايزين نكمل باحد الانواع الاربع اللي احنا شرحناهم وبعد كده نخش على الضمائر المنعكسة اول مثال بيقول ايه هاني and I are brothers انا وهاني تمام اخوات اوكاي انا وهاني اخوات فاكرين اسم شخص زائد الضمائر I يا طرح هنعوض عنه بالضمائر I طبعا حطوا نقطة وبدأ الجملة تمام بنقاط space share a bedroom together عايز اقول انا وهاني اخواتي وبا احنا بنتقاسم حجرة I النوم معا فهنعوض عن هاني ماشي وانا بالضمائر W فهنقول يا We share a bedroom together تمام المثال اللي بعد كده number two heba isn't well heba ليست بحالة جيدة تمام dad is taking space نقط يعني to see a doctor علشان يشوف الدكتور اكيد سوف هياخذها هياخذها هي هنا كلمة heba اسم مفرد موهنس نعود عنها بالضمير شي بس مين اللي بيجع بعد الفعل اللي قولنا من شوية اللي هو ضمير المفعول اللي هي ايه here تمام فهنا هبة ضمير المفعول منها here عشان كده قلنا dad is taking her to see a doctor number three my brother is a teacher اخويا مدرس space teaches english عايز اقول هو بيدرس اللغة الانجليزية هنا حاطة dot او نقطة وهنبدأ الجملة الايه الجديدة تمام بايه بضمير فاعل اكيد هنعود عن my brother بالضمير he تمام لان طبعا my brother اخي هو يعني فنعود عنه بالضمير he number four all his students كل طلابه كل ايه طلابه ماشي like no got very him احنا لسه جيلين من شوية بعد الفعل ازاي الجملة رقم اتنين بيأتي ضمير المفعول فهنا his دي ضمير الفعل منها he طب ايه ضمير المفعول him عشان كده هنقول all his students كل طلابه like him very much المثال ايه اللي بعد كده number five children الاطفال بس خلي بالكو انا اعملكو الكوما هنا highlighted معمولة بالايه باللون الاصفر هنا تمام في كوما فهنقول الملحوظة دلوقتي space are making too much noise يا جماعة لما يديني اسم في بداية الجملة وبعد كوما نعرف ان الاسم ده منادة او مخاطب ايه هو ضمير الذي يعبر عن المخاطب يا جماعة اللي هو كلمة you children you are making too much noise يا اطفال انتو بتعملوا ضوضاء كتير انتم انت يعني ايه you وده نقطة مهمة جدا لازم نخلي بالنا منها تمام number six who are those people من اولئك الناس من هم الناس دول where are space from الناس هنا جامع يا جماعة وهنا تكوين السؤال اللي احنا قلناه في اول حلقات كرس التأسيس اداة السفهام فعل مساعد فاعل والفاعل ده اسمي يا ضمير هنا كلمة those people اسم جامع فانعوض عنهم بالضمير زي فانقوله where are they from المثال اللي بعد كده mom او mom is a doctor mom to doctora space works in a hospital طبعا الام هنا مفرد مؤنس هنعوض عنها بالضمير شي في بداية الجملة التانية ننتقل بعد كده يا جماعة الى اخر نقطة في حلقة النهاردة اللي هي الضمائر المنعكسة ودي بنقول عليها reflexive pronouns وانا طبعا عملكوا الجدوى اللي هنا الوحدي تمام عشان نفهم الدرس ده لانه من الدروس المهمة في انواع الضمائر اول حاجة هنأخذها مع بعض اللي هي تعريف الضمائر المنعكسة ايه هي الضمائر المنعكسة هي ضمائر بتنعكس على الفاعل وتفيد ان الفاعل يقوم او قام بفعل الشيء بنفسه دون ان يساعده احد وتحتوي على كلمة self للمفرد وكلمة selfs للجمعة زي ما انتو شايفين في الجدول ده يا جماعة تمام اول حاجة عندنا يا جماعة هنا ضمائر الفاعل السبع اللي احنا قلناهم من شوية اللي هي بتيجي في اول الجملة تمام وعندنا في الخانة التانية اللي هي ضمائر ايه المنعكسة لكل ضمير فاعل من الضمائر الفاعل اللي قدامنا دول ضمير منعكس هنقولهم وهنقول معناهم اي ضمير المنعكس منه myself معناها بنفسي he himself بنفسه she herself بنفسها it itself بنفسه او بنفسها لغير العاقل they themselves وعندنا we ourselves themselves معناها بانفسهم او بانفسهن للنساء we ourselves معناها بانفسنا you yourselves وعلى فكرة برضو تمام she went to the dentist by herself he himself يعني هي ذهبت الى طبيب الاسنان بنفسها هنا طبعا احنا ليه قولنا her self عشان هنا شي مفرد وانس i sliced fruit by myself i sliced fruit by myself انا قطعت الفاكهة تمام بنفسي هنا myself جاي من كلمة i مثال الثالث you chopped vegetables by yourself انت قطعت او انت قطعت الخضروات بنفسك هنا you هتبقى yourself طبعا لو you هنا مقصود بها جامع فهتبقى yourself زي ما احنا قلنا من شوية مثال الرابع they did laundry by themselves يعني هم غسلوا الغسيل تمام by themselves بانفسهن تمام تعالوا نشوف بعد كده تمرين على درس الضمائر المنعكسة بيقول fill in the blanks تمرين ده حلو خالص fill in the blanks with the correct relative pronouns from the books yes اكمل مكان الفراغات بضمير منعكس من الضمائر اللي موجودة عندنا يا جماعة في الجدول اللي قدامنا فوق ده تمام طبعا المفروض الجدول دي تتحفظ يا جماعة عشان نعرف نحل التمرين اللي قدامنا اول مثال بيقول ايه no one can help us محدش يقدر يساعدنا we have we have to نحن يجب علينا we have to help ourselves انا لسه قيلين من شوية we ده مر المنعكس منها ourselves number two Dina always makes the bed buy space الله الجملة دي فهي ملحوظة يا جماعة كلمة make the bed يرتب الفراش او السرير لكن لو حشت ازا هتبقى make bed او make beds معنا هيصنع السرائر وده طبعا النجار طبعا فهنا دينا دايما بترتب الفراش buy هتبقى buy ايه هرسلف عشان دينا مفرد من الناس they painted the wall all buy زي هنا جمع هنا هم دهنوا الايه الصور تمام كله بنفسهم بأنفسهم تمام فهتبقى buy themselves i sliced fruit انا قطعت الفاكهة buy buy myself عشان هنا i ده مره منعكس منه myself number five you chopped vegetables by space هتبقى you chopped vegetables buy طبعا هنا ياما yourself ياما yourself حسب الايه المخاطب هنا she put meat هي اشترت اللحمة buy هتبقى buy ايه عشان هنا فيه شيء زي جملة دينا فهتبقى her self مثال بعد كده كريم and i انا و كريم وانها الملحوظة دي من شوية play the football by لو تلاحظوا ان كريم and i هنعود عنهم بالضمر ايه we تمام فهي الضمر المنعكس من we ourselves طب لو هنا كريم and احمد فكانت هتبقى buy themself تمام فلازم نخلي بالنا يا جماعة من اي اسم شخص واسم تاني اخر يبقى themself لكن اي اسم شخص زي اي يبقى ourself مثال بعد كده فيه ملحوظة برضو رهف وبرده فيه كومة بعد كده يبقى رهف ده اسمه مخاطب مش هنتعمل مع ان هو اسمه مفرد مؤنس فنقول herself زي جملة دينا فوق لا رهف كومة wash the dishes by space فطالما اسمه مخاطب وده اسمه مفرد فهتبقى yourself نخلي بالنا من كل الملاحظات دي اخر جملة عندنا هنختم بها درس النهاردة the dog eight meat by space الكلب اكل اللحمة by ايه by الكلب طبعا انا سمع حد بيقول الكلب غير عاكل يا مستر برافو عليك فهتبقى زدوج eight meat by itself طب يا جماعة لو كانت دوج هنا dogs الكلاب كانت تبقى eight meat by ايه ايه طبعا اي اسم جامع سواء غير عاقل او عاقل هنعمد عنده بالضمير زي والضمير المنعكس هتبقى them self عشان كده كلمة زدوج هنا مفرد فمشان نقول them self فهتبقى itself اوكي وبكده يبقى انهاينا درس اه الضمائر بانواعه اتمنى ان تكون الحلقة تنال اعجابكم او نالت اعجابكم اتمنى انت discard و انا الجزء اتمنى ان تشاهد تعرفون اتمنى ان تشاهد مجتمع اتمنى ان انا رغمنا